تنفيذا للتوجيهات السامية من جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باشرت وزارة الخارجية بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين في جمهورية السودان الشقيقة حيث تم إجلاء أكثر من 90 مواطنا ومقيما من الأراضي السودانية هذا وقد وصل إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي عدد من المواطنين البحرينيين العالقين في السودان قدمين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الإجلاء التي تقوم بها وزارة الخارجية إثر المواجهات المسلحة المؤسفة التي تشهدها جمهورية السودان فقد وصل عبر مطار البحرين الدولي 93 مواطنا ومقيما كانوا عالقين في الأراضي السودانية منذ اندلاع الأزمة هناك وقد بادرت القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة باستقبالهم وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم لحين مغادرتهم إلى مملكة البحرين كانت وزارة الخارجية على تم استعداد من خلال التنسيق مع سفارة مملكة البحرين في خرطوم لنقل وحصر المواطنين البحرينيين المتواجدين في السودان حيث قامت السفارة بالإعلام بوسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه نداء لجميع المواطنين من خلال تسجيل بياناتهم واسماهم بتكاتف فريق البحرين اليوم وتنسيق المشترك قدرنا اليوم نتعاون كجهات كجهات وزارة الصحة وزارة الداخلية شؤون الجمارك الصحة العامة مطار بحرين الدولي كثير من الجهات حقيقة كانوا في طليعة في تقديم الدعم والمساندة من يوم الأول وتنسيق عملية الإجلاء وصول المواطنين والمقيمين من جمهورية السودان الشقيقة إلى مملكة البحرين شعور ترجمته تلك الكلمات المعبرة عن خالص شكرهم لجهود مملكة البحرين واستجابتها لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن أشكر مملكة البحرين وأشكر الملك وأشكر كل من سهم أن يرجعوننا بأمان هنا أشكر جلالة المملكة والعهد الأمين لأمير سلمان بن حمد على كل المجهودات والخدمات التي قدموها لنا في جلالنا من جمهورية السودان ومتمثلة في سفرات البحرين جمهورية السودان ووزارة الخارجية فصراحة يعني واحد يعجز عن الشكر والاستقبال الكبير والحفاوة والكرم الفياض المحبود به ومشهور به البحرين وأهل البحرين فأنا بسجل باسم كل الأخوان السودانيين الموجودين في مملكة البحرين بنسجل صوت شكر لجلالة الملك يعني كرم الضيافة والتعاون ويمتع بلدنا الثاني البحرين بالأمن والأمان إن شاء الله تعالى جهود مقدرة لما قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجهات المختصة في البلدين من تسهيلات ودعم تام لتسهيل وتيسير عملية إجلاء المواطنين البحرينيين والمقيمين في السودان وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن نحن شاكرين مؤدرين لمملكة البحرين مؤدرين لكل الذين ساهموا في تخفيف هذه الكارثة والمشكلة عن السودان في وقت صعب تواصلنا مع الخارجية في ثواني ردوا علينا وتواصلوا معي ووجهوني من البيت لحد وصولي لهني يعني من المحاكاني لنا محاصر في وجهوني ووفروا لي كل التسهيلات وجهوني إلى أن وصلت للسفارة ومن السفارة محمول مكفول إلى برد سودان إلى أبوظبي وقاموا راحة واستكنان وإلى أن وصلنا للبحرين طبعا أشكر الحكومة الرشيدة على الجهود التي قامت فيها يعني شيء مرحوظ يعني يعني من طلعنا من برد سودان ليه وصلنا أبوظبي ليه وصلنا للبحرين صراعا كل شيء متكامل وما قصرنا شيء صراحة هذا وتجدد وزارة الخارجية أيضا على موقف مملكة البحرين الداعي إلى تغليب الحكمة والعقل ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعا لإراقة الدماء واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق إجلاء المواطنين البحرينيين والمقيمين العالقين في جمهورية السودان الشقيقة يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأمن وسلام إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر